اهلا بكم مشاهدين مرة تانية في سورة الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا فضلت الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بيك وسهلا وعمل الصالحات في كل آية بتختلف وبيختلف وبيبقى ليها بعد مختلف غير البعد في الآية اللي قبلها حضرتك يا ريت تشرح لنا هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد أولا الآية الكريمة جاءت تعقيبا على ذكر قرية من الكرة الله سبحانه وتعالى بيذكرها أو بيذكر عدد منها في أنه قد أهلكها لأنها لم تعمل العمل الصالح تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرة فذاقت وبال أمرها وكان عقبة أمرها خسرة أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي جاء وتلى هذا الذكر وسمي ذكرا يا أستاذة لأن الإنسان بفطرته مفطور على الإيمان كنوا ينحرف إلى الشركة مفطور على الخير الفطرة السليمة كنوا ينحرف إلى الشر فبيجي الرسول ومعه الكتاب ليذكره بما كان عليه في الأصل عشان كده قال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات الآيات هنا الكرآن مبينات يعني واضحات وأوضح من الشمس فضوحها كما يقولون رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصلاحات من الظلمات إلى النور يبقى مهمة الرسول الذي يتلو القرآن ومهمة القرآن هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور أي ظلمة يا فندم هل بنكلم عن الظلمة الأولى النهار مدى أمر تعاقبي وسنة كونية ما نملكوش وغير الرسل أبدعو لنا وعملو لنا الكهرباء وخلت لنا الدنيا من وراء والحمد للرب العالمين هنا الظلمات والنور هنا أمر معنوي ظلمات الشرك ننتقل منها إلى نور التوحيد ظلمات الجهل ننتقل منها إلى نور العلم ظلمات الأنانية والأثرة ننتقل منها إلى نور الرحمة والكرم والإخاء والعطاء ولذلك القرآن يسمي القرآن نور القرآن نفسه الله أطلق عليه النور بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولذلك كله لما يقول ربنا سبحانه وتعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور أي ظلمات الجهل إلى نور العلم ظلمات الشرك إلى نور الإيمان ظلمات الأثر والأنانية إلى نور الخير والعطاء والبر ومشاكل ذلك وما يؤمن بالله ويعمل صالح وزي ما اتفقنا لا تجدين سيدتي يعني أنا أدعو مشاهدين الكرام أن يفتحوا المصحف ويقرؤوه بتأنن من الجلد إلى الجلد من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد في مطلع صورة الفاتحة إلى قوله تعانى الجنة والناس في آخر كلمة أو جملة في صورة الناس ليبحثوا كم مرة ذكر الإيمان مجردا أو ذكر العمل الصالح مجردا لن يجدوا إلا أكثر آيات القرآن الكريم أكثر من خمسين آية كرنت بين الإيمان والعمل الصالح وشرطت لصحة الإيمان العمل الصالح وشرطت لصحة قبول العمل قبول العمل لن يكمل إلا إذا كان منطلقه الإيمان ودي مسألة في منتها الأهمية مش معنى أن أنا بادعي الناس للخير كل آيات القرآن الكريم شرطة أساسية طبعا ما ينفعش حديثك ندعي الناس للخير وقالهم اعملوا الخير بس عشان أنتوا ناس طيبين عشان أنتوا ناس حلوين عشان إنسانيا لازم يقترن الإيمان بالعمل شكورك كل ما هذا بالضبط أنا محتاج للناس تبقى فهمها كويس قوي زي ما النبي قال في الصيام بالضبط من صامة رمضان إيمانا واحتسابا ما أنوش ما نسمه خلاص ما في ناس بتصومه خلاص في ناس بتصوم لأنها صحة يجب أن تصوم ويمسك عن الطعام في ناس بتعمل رجيم بتصومه ربما أكثر من ستاهم صحيح صحيح لا لازم يقترن بالإيمان الإيمان هو الدافع الإيمان اللي خلاني أحط إيدك جيد وأطلع وأقول يا بر يا تقوى خذوا الفلوس أهيت الله عن الله اعملوا بيها حاجة الفلوس اللي تخليني أو الإيمان اللي يخليني أعطف على جاري وأكرمه الإيمان اللي يخليني أحسن إلى منظر الإيمان تفرق بين واحد بيحسن للناس كبطيابة وبدون ما يحط في قلبه نية أنه عايز يتقرب لله عن واحد لا أجر الله من تقرب من عمل عملا صالحا دون صبق الإرادة أنه الوجه الله لا أجر له خذ عندك الأيدي يا سيدة الكريمة في صورة النساء لا خير في كثير من نجواهم الحوار اللي بينهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نكمل كده الآية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا يبقى هو سما اللي فات خير من حيث التسمية هو خير مرة تانية لا خير في كثير من نجواهم الحديث اللي بينه وبينها ده ده اسمه نجوا قاعدين في البت بنتكلم في التلفون بنتكلم في السر في العنب بنتكلم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة يا ناس تصدقوا أو معروف يا ناس اعملوا الخير يا ناس اتكوا ربنا ده معروف وخيرا هو أو إصلاح بين الناس حد بصلح بن زوجين بصلح بن خطيبه خطيبته بصلح بن اتنين متخصمين زملاء سمه خير لكن قال بعدها ايه المنطلق بتاعي الله مش بصلح عشان دول ولادي مش بصلح عشان دول حبيبي مش بصلح عشان دول إخواتي مش بصلح عشان دول جيراني مش بصلح عشان أنا إنسان لا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما طب من غير النية دي من غير مرضات ربنا من غير المنطلق الإيماني ده هبقى بعمل خير اسمه خير لكن لا أجر اللي في الآخرة أجر هنا في الدنيا هاخدوا هنا هاخدوا سناء عطر من الناس هاخدوا باركة في أولادي وذريتي هاخدوا باركة في مالي وساعة في مالي أن يخلف الله علي في الرزق إنما إننا أخذ أجر في الآخرة لا وعشان كده قال وما يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يبقى اللي اتنين مع بعض يا اخوانا فلما يجي حد يقول لي ما أنا مش عارف من يخش الجناة مش هيخوش بس ربي قال لي أنا قا مش عارف السين هيخش ولا لا بمفهم أنا إنما ربنا قال لي قواعد الكواعد ثابتة ويؤمن بالله ويعمل صالح فهيا ندعو بعضنا البعض ويعني نتواصل يلا نعمل العمل الصالح من منطلق الإيمان يلا نؤمن ونكرن إيماننا بالعمل الصالح والعمل الصالح مطلق وما يؤمن بالله ويعمل صالحا بقى صالحا ده قد يكون إحسان لحد قد يكون كلمة طيبة قد يكون دعوة معروف شاملة جامعة لكل شيء طيب أحسنتي كل ما يتفق عليه أهل الفطرة السليمة بأنه عمل صالح هو دخل في هذا الموضوع فإذا اقترنا هذا بالإيمان أو كان الإيمان منطلق العمل الصالح يؤمن ربنا يقول له ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات صفاتها يا رب تجري من تحتها الأنهار ويتضل فيها الحاجة اللي بتقلقني أنا ممكن النهار ده صحيتي تزول مالي يزول سلطاني يزول إلا الجنة بقى يدخله جنات تجري من تحت خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقة الرزق ده في الدنيا بالخلف بالإستناء العطر يموت الإنسان ويفضل الناس تثنى عليه لكن في الآخرة بهذه الجنة التي هرضها السماوات والأرض ولا تفنى ولا تبيد ولا تتحول عن الإنسان ولا تتحول الإنسان عنها وده أهم متعة في الجنة إن الإنسان ضامن إن لا الهنة هيروح ولا هو الله يروح ولا هيتعف في السمتعشبي طيب الأعمال الصالحة تضمن للإنسان بإذن الله لو النية مضبوطة دخول الجنة هل تقيه من شيء؟ هل الأعمال الصالحة تقيه من بعض الشرور؟ طبعا ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب وقال عليه الصلاة والسلام تقي مصارع السوء يعني الإنسان لم يعمل خير طبيعي ما هو مش ممكن أنا أمد يدي لعباد الله بالخير وربي سبحانه وتعالى وأنا عبده لا يكافئني بالمثل وفي هذا المعنى يقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالناس تتقي غضب ربنا وسخط ربنا بالعمل الصالح طبعا ولما نكون في معية الله سبحانه وتعالى تبيعي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني أنا لو عديد إنسان طيب صالح بيعمل عمل الصالح هل ينفع بقى الواحد يعمل عمل الصالح ويبقى في نيته الله وفي نفس الوقت أن يقيه الشر هو ينفع ينفع إحنا بنتاجر مع ربنا هل أدلكم على تجارة؟ فإحنا بنتاجر اللي بيتاجر بقى مش راح بس هنكسب خمسة ولا عشر يا رب يكسب مية فهو راح بيتاجر على كل الأصعيدة فإحنا بنتاجر مع ربنا في الأخرة عايزين رب نضغ في الأخرة والجنة تبدأ يمنع إننا كمان يا رب أطمع في إن في الدنيا تعطيني؟ ما إحنا بنروح نحج وأعظم دعوة في الحج بنقولها إيه حضرتك وبنقولها بالذات بين الركن الذي قبل الحجر الأسود على طول والركن في الحجر الأسود ربنا قاتنا في الدنيا حسن وفي الأخرة حسن ده أعظم دعوة ما عندناش حضرتك النموذج اللي يقولي رب عايزي الأخرة بس وما عندش النموذج الصحي اللي يقولي الدنيا بس العاقل المؤمن يتاجر مع ربنا عايز سترك في الدنيا رب والسيرة الحسنة والمال اللي يغنينه ويكفيه وعايز في الأخرة الجن والله عطائه عظيم ساعتها مش هيقولي لأ بس هيقولي حقق الشرطين الشرطين إي يا فندم الإيمان والعمل الصالح إيمان بالله يتبعه نفع عباد الله بدون تحقيق الشرطين لا شيء لي عند الله لأن ربنا قال كده قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة لأنه ما كانش مؤسس على الإيمان يا فندم خدناه في الدنيا وخلاص للأسف وقال لنا كمان في سورة الأنبياء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه يبقى لو عملنا الصالحات وإحنا مش مؤمنين يبقى عملنا سعينا هيروح في ستين دهجة أنا آسف يعني هيتقلن عليها بقى منثورة فأنا من هذا المنبر الكريم مع حضرتك بقول لكل حد بيحسن بيعمل عمل معروف بيسامح بيعفو بيطبطب اعمل ده لله خلي نية الله حضرة خلي إيمانك بله هو المحرك هو الوقود الأساسي اللي بيدفعك ما تقولش لأني بعمل كده وخلاص إنسانياتا لا خليها والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبرده آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصالح الإيمان هو الدافع لكل ده ودي بسميها أربع مواد للامتحان الإيمان العمل الصالح التواصل بالحق التواصل بالصبر نقدر ننجح في المواد دول إن شاء الله هننجو وهنقدر طيب يعني احنا عارفين طبعا قيمة كفالة اليتيم وإنما جاء في السنة قيمة كبيرة قوي لكفالة المرأة اللي هي الأرملة الله الله هكلمنا عن فكرة الأرملة لأنه فيه أسر كتير ستات أرامل بتجري على أيتام إنما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خاص لمساعدة الأرملة طبعا ده إذا جمع بينهم يفعل الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وفي رواية كالقائم الليل لا يفطر وكالصائم لا يفطر في حد فينا يقدر حضرتك يعيش حياته كاملة صائم النهار قائم الليل كل يوم كل ليلة كأنه عامل كده من قام ومن كفل امرأة أرملة ومعها أيتام الساعي على الأرملة والمسكين فهو هكذا فبيجمع بينهم ممكن الأرملة دي مش بالضرورة أبدا تكون قربتي قد تكون أختي قد تكون قريبة لي امرأة عم امرأة خال إلى آخره فالساعي على الأرملة ولو كانت قريبة وكفالة هذه الأسر اللي فيها أيتام واللي فيها أرامل ده من الأعظم الأعمال على الإطلاق لما يقول نهار السلام كالصائم لا يفطر ما بيفطرش أبدا وكالقائم لا يفطر يعني بيقيم الليل ما بيكسلش ما بيملش من قيام الليل فيريد كلنا نتعاضد واللي يقدر يعمل حاجة ولو بكلمة طيبة وطقوا النار ولو بشك تمر تمر فنكفل هؤلاء الفقراء المساكين وندور عليهم إن صح التعبير بالشمعة وندور على الأرامل والأيتام دول ونكفلهم بعنينا والكفالة بتاخد أكثر من معنى في الكفالة أن أضمهم إلى عيالي فأتعامل معهم كأولادي بالضبط ودي منزلة عالية جدا ما قدرتش على ده أكفلهم تماما مادة ما قدرتش على ده وعاول في كفالاتي يعني أصر بتتكلف ألف ولا ألفين جنيه أنا مش أقدر مثلا لكن أقدر أدفع خمسمية فأجي أقولك يا أستاذي أنا من عندي خمسمية وحدك من عندي خمسمية ونشوف حتى يدفع خمسمية فنكفل الأسرة جماعة ودي فلسفة ومهمة جدا جدا في الإسلام أن نتشارك في عامل الخير وأن نتواصل في عامل الخير نعم دي البيوت يعني صورة كده دي البيوت اللي محتاجة كفالة كفالة الأسر البيوت نفسها محتاجة الحقيقة يعني آسف جدا محتاجة تهدم وتتعمل من جديد أنا شوفت البيوت يا أستاذ وأهله شوفتها مش لازم في الممتد بالتحديد أنا شوفت البيوت كده بجد بجد بنرجع كأن الواحد في عالم الغابي يعني مش عالم الإنسانية دي مش بيوت دي مش آدمية الحقيقة فحرام إن إحنا نبقى عارفين إن في مكان فيه ده وفيه آدم ينعنشين وده حقيقة مش آدمية بسا كتير ماينفعش لازم ندور على دول لازم نهد البيوت ده ونبنيه من جديد مش مجرد ورحقيقة يعني شالت من على عاطق الناس الجمعيات ومنهم جماعيات البر والتقة شالت من على عاطقه من هما يعرفوا يلاقوا الناس الصح ما مش هيروحوا مش هقدروا هنروح للناس دي فين في كل واحدة من فهم خلص دي شغلتهم بينزلوا بيصوروا بيجيبوا لنا الحالات الأكثر استحقاقا وعلى الناس لأنه ناس كتير جدا وأكيد حارة بتقابل يقول لك خد فلوس فأقول أنا ما بخدش فلوس حضرتك شوف من نفسك الحالة اللي أنت عايز تكفولها ده شيء رائع جدا جدا إن ربنا سبحانه وتعالى يكفينا ويبقى في مؤسسات وفي جمعيات خيرية زي البر والتقوى تقدر تقوم بالدور ده نيابة عني وأنا آخذوا الأجرة معهم كاملا وهم يشاركون إذن أنا في الأجرة فلما نسطر بيت يعني أسرة في بيت زي دهوان ربنا هيسطرنا من سطر مسلم من سطره الله صدقوني أنا شفت الأماكن دي هذه الأماكن ليست آدمية على الإطلاق الناس دي محتاجة وإذا كان ربنا عرفنا وإدانا وسيلة نحن نسألهم فيجب أن نصل إليهم لأن الوصول لهؤلاء الناس وكفالتهم من الإيمان من الإيمان والله تعالى قال أرأيته الذي يكذبه بالدين فذلك الذي يدعوه ولا يحضه على طعام المسكين الطعام هنا مش بس الطعام ده رمز كدورة من درات الحياة طب والسكن أخبره إيه والإقامة أخبرها إيه وأنا أكلت لقمة ونمت في الشارع ونمت في بيت لا يسطر ولا يعني يغني من مطر ولا من حر ولا حشرات بمناسبة هذه الآية الكريمة فيها حض يعني المزرعة مثلا فيها حض على طعام المسكين طبعا وفيها الله أخبر فيها كمان إنك بتسطر إنسان بإنه يشتغل طبعا يشتغل وينتج ونحي الأرض صحيح ونحي الأرض زياديا كان ممكن تبقى لسه ما تزال سحرة فلما نعمره ونزرع في نخل وشايفين السنابل طلع الله وأنمر الله يبارك رب في كل سنبلة المائة طبعا كل ده إن شاء الله في الميزان وهذا النخل ربنا يبارك رب ويثمر ويعطي وبيت فيه تمر لا يدخله فقر وبيت النبي قعد على التمر والمية شهوك فالتمر شيء مهم جدا مرائع لما نلاقي ناس يكفونا هذا ونعطيهم من المال ما نساعدهم به أهلا وسهلا وسيكون هذا في ميزان حسناتنا إن شاء الله وتعالى نكون نعمل مزرعة نعمل بيت نعمل حاجة وإحنا ما أهل خبرة كمان نحن ما أهل خبرة في الزراعة هم بيكفونا هذا آه إنه يعني كمان فتح مصارف وزي قنوات كده قنوات يعني في تسئيف في مستشفى في مزرعة في أبار في كفالة أسر في كل درات مياء في يعني فكرة فتح إنه أنت عندك زي اختيارات كتيرة جدا وحضرتك يعني بتختار بناء على إيه على إنه ما يميل له قلبك ولا إيه الحاجة الحاجة يعني أنا أمام سد جوع إنسان أمام مدوات إنسان أمام تعليم تلميذ هيقعد في البيت لو أنا ما تدسوش شهرية طالب جميعي ما هيطلع يشتغل ومش هيسيب جمعيته أنا أمام الاحتياج هو ده اللي على طول وبسرعة ونحن لما تتكلم مثلا عن ساقي الماء كان وقتها الماء شحيح الناس في صحرا فلما بنتكلم عن تعليم علم في وقت الدولة كلها متمة بالتعليم ما يبقى عندي طالب محتاج مصارف جمع ولا غيره فلن يستطيع إطلاقا أنه يكمل وأول أتفضل يكمل حد عنده سقف بيت زي ده متهدم حد عنده بيت إن شاء الله يعيش فيه فحاجة الإنسان هي الدافع للعطاء والأولوية تكون لأشد الاحتياج ما يكون زي ما يكون عنده حد بيموت وعنده مرض يعني ممكن نعالجه ببساطة هل حق اللي بيموت صحيح أجري على المحتاج أكتر طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الألقاف الأسبق منوارنا دايما يا دكتور عندنا فاصل قصير ونعم اشتركوا في القناة